ماما بدي أسافر على الكويت أكل ماتشبوس دياي ومعدة كوس أنا رح أعملك أطيب ماتشبوس دياي أول شي نقعت الزعفران بماء الورد والثلج ونظفت الدجاج ورح أحط عليه كركم وبفرقه كتير منيح قبل ما أسلقه بالماء ماما لسه ماتشبوس ماتشبوس يعني مكبوس بس هم أغيروا الكاف لجيم لأنه الخليجيين بيحكوا هيك وبماء حار حطت ورق غار وهيل وبصل ورح أسلق الدجاج بهالطريقة مع الكركم اللي تبناه فيه وبحط شوية مالح وغطيهم ليغلوا 40 دقيقة بجيب حمص مجروش أو شاندال وبحط منه كاسة أو كستين حسب الكمية اللي عندكم هو عبارة عن حمص مقصوم من النص وبسلقه بس خمس دقايق لعشر دقايق المهم الحب ما تكون كتير مهروسة ورح أبلش أعمل الحشو ماما شو هذا الحشو؟ الحشو هو الحشو اللي رح أحطها مع الرز أول شي رح أكرمل البصل الأبيض بدون ماء بدون زيت بدون أي شيء بعدين لما يدبل حطت ماء ومرأة الدجاج وبتركهم ليتكرملوا ويسيروا بهاللون بعد ما يتكرملوا بروح بحط الملاح والبهرات اللي رح أستعملها فلفل أسود وقرفة وحيل ولومي هذا اللومي الليمون المجفف وحطت زيت نباتي وهلأ رح أحط الحمص المجروش اللي سلقناه عشر دقايق وبعدين بقلبوا مع البصل والحمص برجع بحط لزبيب بقلبهم شوي ليدبلوا وتطلع ريحتهم ومنظروا كتير بشاهة هلا رح أعمل الرز بحط زيت نباتي مع الرز لبسمة المنقوع ساعة وبحط ملح وبعد ما قلبهم شوي بحط مرأة الدجاج اللي سلقنا فيها الدجاج وكنا حطين كركم بس يطلعوا الفقاعات بحط الزعفران خطوط خطوط مش بكل الرز يا يما أحرر يحت الزعفران حطي كتير حاضر يا مونة رح أحط لك كتير زعفران ماما بتشبه الكبسة والبرياني صح الكبسة والبرياني والمتشبوس كلهم أكلات الرز مشهورة بدول الخليش وهلأ بحط الحشو اللي عملنا بجهة واحدة بصمة خربطوهم مع الرز لأنه هنرجع نشيلهم وبغطي الرز ليجهز وهلأ بجيب الدجاج بدي أتبلو أحمرو أو أقلي هما بالكويت بيقلوه بس أنا بدي أحطوه بالفرن حطيت ستة النباتي وزعفران ورح أحط أكيد كوركم وهيل وملح وفلفل أسود أكيد وبعدين بدهن الدجاج بهذا الصوص وبعدين بحمرو بالفرن من فوق ومن تحت ليتحمر والجلد من برا يصير كرنشي وكتير طيب ماما إمتى تيتو سيدو رح ييجو هنه يلا هايهم بالطريق يلا أنا خليني أخلص أعمل الأكل ضايل نعمل الدقوس قربوا ييجوا وأنا لسه ما خلصت وخلص هلأ بدي أحطهم بالفرن ونبلش نعمل الدقوس أول شي بتحطوا زيت نباتي وبعدين بتحطوا الفلفل الحار الأخضر ورح أحط ثوم تلات فصوص ثوم وبحركهم كتير منيح والريحة ما في أوصف لكم بتشاهد وهلأ بعد ما نحركهم وشوي لازم تطلع رحتهم بحط صص الطماطم والبندورة اللي فرشة اللي أنا قطعتها وتقريبا خي مقادير كل الدقوس بس ضايل أحط ملح وبتكون جاهزة طبعا بتتركوها تغلي شوي لتلاتة بالطماطم والريحة كتير كتير طيبة ممسادة إمت أحط الأكل عن جد الأكلة الكويتية هاي كتير طيبة ولازم الكل يتعلمها ويعملها هلأ برفع بكون جهز الرز برفع الحشو عجنب لأنه بدينا نحطه على الوجه لأنه فيه يمكن ما بيحبوا الحشو بيأكلوا بس الرز وفيه بحبوا الحشو بيأكلوا الحشو أنا كتير حبيت الحشو طعمه بشاهي تعمل بصلم كرمل على الزبيب حلاوة على نكهة الهيل نكهة اللومي كله بشاخي بتجيبوا الصينية بتحطوا الرز طبعا أنا شوية إجا منه الحشو بس عادي يعني أطيب بتحطوا الرز وبعد ما تحطوا الرز طبعا بتحطوا الحشو فوقه وبعدين أكيد الدجاج اللي حمرناه بالفرن وهون مونة قاعدة بتدوق الحشو ومش قادرة تستنى مونة شو رأيك بالحشو يلا كتير زاكي يلا استني بس بدي أحط الدجاج نستنى تيت أوسيده لما يجي لا بدي أكله هلا طب هلا بحط لك ساحن اوكي هاي الماتشبوس لدياي ولازم معه دقوس عادي أدوق هلا يلا كتير زاكي يلا يلا هاي أول معلق ألمونة يلا افتحي تماك اه كتير زاكي أنا هلا بدي أدوق لاحظة خليني أدوق معي الدجاج كتير 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 شكله بجاهي وكتير كتير طيل كتير زاكي الدقوس بدي أكله مع لبن كمان هلا بحط لك لبن ترجمة نانسي قنقر